عندي معلومات مؤكدة دون لا أريد أن أخذ فيها لأن جرت في مكتبي مع شخصية فلسطينية ومع الجانب الإسرائيلي على موضوع عرفات كيف يخرج سالما من هذه الأزمة دون قتله في 2002 لا يمكن بعد 2002 لكن جرت وفوجئنا أنه بعدين قالوا ما في داعي للمؤامرة أو لهذه المؤامرة وأحنا كنا مندهشين أنه في شيء قاعد يحصل يحاك ضده بعد شهرين ثلاثة قالوا ياسر عرفات مريض من أن هم يريدون أن يطلع وما يرجع بدون ما أريد أن أدخل في تفاصيل إلى أنه لا ما في داعي الموضوع حينتهي أوتوماتيكيا معنات أنه في شيء أعطي لياسر عرفات الإنهاء صحيا أنت تميل إلى الرواية أن ياسر عرفات قتل لا لا هذه الرواية مش رواية هي حقيقة أنه قتل أكيد خذ شيء أكيد ومن حواليه شو عم بقول وزير خارجي قطر ورئيس وزرائها في فترة اغتيال ياسر عرفات عم بقول نحن كقطريين كنا على علم بمؤامرة بالضبط مؤامرة لاغتيال ياسر عرفات وكنا على تواصل مع الإسرائيليين حول ترتيب هذه المؤامرة جاء الإسرائيليون قبل ثلاثة أشهر من وفاة ياسر عرفات وقالوا لا داعي للمؤامرة رتبنا الموضوع هذا ما يقوله رتبنا الموضوع لاغتيال ياسر عرفات أي وضعنا له السم إذا كان القطريون والإسرائيليون في أجواء ترتيب مؤامرة قتل ياسر عرفات أو ترحيله خارج فلسطين وعدم السماح بعودته فمن الذي قتل ياسر عرفات الإسرائيليون متورطون قطر هذا هو رئيس وزرائها يعترف بتورطه على الأقل شخصيا وهو الذي تحدث عن اغتيالات زعماء الشيشان واغتيال البلك فهد واغتيال حسن مبارك والقذافي هو زعيم أسرار الاغتيالات وهو متهم من قبل حلفائه الإيرانيين بأنه يعمل مع الـ CIA هو زعيم طبخات الإغتيالات في العالم العربي من هم جماعة قطر والمحسوبين على قطر في الساحة الفلسطينية؟ أول واحد فيهم جبريل الجوب ثاني واحد بالترتيب محمود عباس محمود عباس يحمل جواز السفر القطري هو وأولاده وأحفاده وعندما حاول قطع الرواتب عن قطاع غزة وقطع المال عن مؤسسات غزة في 2013-2014 هددته قطر وجاء جبريل الجوب إلى قطر ونشرت الصحافة خبرا عن مؤامرة تحيكها قطر مع جبريل الجوب للانقلاب على محمود عباس فخضع محمود عباس لهذا الضغط القطري وأعاد الرواتب وأعاد التعامل مع قطاع غزة كأمر واقع دون أن يعترف بشكل معلن لكنه واقعياً اعترف بسلطة غزة المستقلة بقيادة حماس وهكذا شرع محمود عباس منذ توليه السلطة بإبعاد كل المقربين من ياسر عرفات عن دائرة المقاطعة السلطة الفلسطينية وعن دوائر منظمة التحرير وعن السلك الدبلوماسي وعن فتح استبعد كل الموالين لياسر عرفات حتى من فتح البعرة تدل على البعير رب العالمين لم يره أحد بالعين لكن الناس آمنت به بالعقل والفطرة هذه قصة اغتيال بعد تصريحات حمد بن جاسم بن جبر الثاني زعيم المخابرات الأمريكية في العالم العربي وزعيم طبخات الاغتيال في العالم العربي واعترف بعظمة لسانه بدور قطر وحلفاء قطر بالساحة الفلسطينية ودور إسرائيل وحلفاء إسرائيل وقطر المشتركين بالساحة الفلسطينية في قتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أيضا هناك دليل آخر على تورط محمود عباس أن محمود عباس يرفض تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية أو لجنة تحقيق فلسطينية جدية وحقيقية من أجل الكشف عن ملابسات هذه المؤامرة الدنيئة يرفض رفضا قاطعا ومن المشروع الذي تنطلط به قناة الجزيرة حول الكيماوي والبيولوجي سوى للتغطية على دور قطر المشبوه في قيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على أبناء فتح أن يعوى هذه الحقيقة على الشعب الفلسطيني أن يعوى هذه الحقيقة على كل حر في هذا العالم أن يعرف كيف اقترى الرئيس ياسر عرفات وكيف تم التمويه على هذا الاغتيال وكيف تم تضييع الطاصة في عمليات الاغتيال